كابتن كبير كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عمل اتصال مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للفريق وطلب منه القاتي القاتي كابتن محمد كابتن محمود الخطيب يقوله لكابتن محمد يا كابتن محمد نقف بقى احتفالات مفيش احتفالات لفريق الكرة بعد الفوز بكاس السوبر طب احنا احتفالنا يوم واحد كفاية طب احنا مرحبناش مفيش طب يعني الناس ما فيش عندنا مباراة العين العين كابتن محمد خطيب قال لكابتن طلب من الكابتن محمد رمضان أي احتفالات يتم إيقافها فورا فورا وتحديدا السوشال ميديا يعني خاصة موضوع القنوات والصحف والمواقع ده كده كده تقفل سأل حتى اللاعبين ما فيش أي مظاهر احتفال على حساباتهم على السوشال ميديا عشان يبقى فيه تركيز كامل في مباراة العين كابتن محمد رمضان بعت رسالة لكل اللاعبين على الواتساب وقال لهم ما فيش احتفالات وهننكس جدا في المرحلة اللي جاية ومباراة العين وهذا أكثر ما يميز النادي الأهلي يا أخي الأهلي من كتر البطولات والإنجازات والمشاركات الكثيرة في البطولات حرفيا ما بيلحقوش ينبسطوا اللي موجودين في النادي الأهلي ما بتلحقش هو حرفيا واصلا لو بديل في النادي الأهلي هعمل كده برضو هقولك لا وقف احتفالات ليه يا سيد ما احنا ده يعني منبسط شوي ما بعد يومين عنده بطولة تانية بعدها هيبقى فيه بطولة تالتة بعدها هيبقى فيه بطولة رابعة واحد كذا قدر الأهلي تكسب يعني الفرق في الدنيا لما بتكسب بطولة بتقعد حبة تحتفل تنبسط الأهلي لا ما بيلحقش بسرعة أخش على اللي بعضه بسرعة أكسب اللي بعضه يعني هديك مثال شلقي لسه من يومين هوا كسبان السوبر المصري وكسبان الزمالك طيب خسر الأهلي من العين الأماراتي ولا الهوى ولا أكنك عملت أي حاجة ولا الجمهور هيقول أحسن إدارة ولا الجمهور هيقول أحسن جهاز فني ولا الجمهور هيقول أحسن لعيبة جمهور الأهلي كده انت صاحبي وحبيبي وكفاءة لما تكسب خسرت ما عرفكش كسبت عشر بطولات وخسرت واحدة ما عرفكش فيش ما بيتفاهمش جمهور الأهلي تكسب بس عقيدة في النادي الأهلي وأفكار في النادي الأهلي وعبادئ في النادي الأهلي كل من في النادي الأهلي دايما بيفكر بالطريقة ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة إليه بإذن الله طيب شكرا للمشاهدة